انا عايز ارجع معاكم بس وافكركم متى ظهر مصطلح الاربع سنوات لرئيس الجمهورية هذا المصطلح ظهر في الدستور المصري مع لجنة الغرياني التي كان احد عضاها صبح صالح وكان صبح صالح حسام الغرياني حسام الغرياني لان اللجنة اللي جرى تعديلها بعد تنحي رئيس الجمهورية الموجود في وقتها ويجيه صبح صالح وكان هدف الاخوان اجراء انتخابات رئاسية وحيدة ما كانش فريق معهم مدة الرئيس اطلاع لانه بمجرد هما دي ديمقراطية المرة الوحيدة يجي رئيس جمهورية خلاص انتهى الموضوع مفيش ديمقراطية ومفيش حاجة تالي ديمقراطية المرة الوحيدة وبالتالي انتهي الامر عند هذا الامر ولو بصينا لصياغة نص المادة 140 الحالي هتلاقي فيه جزء في منطقة الخطور المادة بتقول ان مدة رئيس الجمهورية اربع سنوات ولا حق له له الهيئة هنا تعود على الرئيس اعادة الترشح الا لمرة واحدة بمعنى ان الرئيس الموجود اللي انتخب في 2014 في 2018 من حقه يترشح لو نجح يحذر عليه مدى الحياة اعادة الترشح مرة تانية بعد 2022 اذا لم يترشح في 2018 وترشح في اي دورة تانية او استدعاه الشعب للترشح في دورة تانية هي اربع سنين تانية فقط وينتهي الامر وده كان سيناريو النفق المظلم او محاولة استعادة الدولة مرة ثانية اللي يال انقلاب على مؤسسات الدولة الاصراء المحسن اتكلم عليه اللي هو كان البعض يراهن عليه وبالتالي اذا لم يكن هناك هدف لتعديل الدستور الا المادة 140 فهي كافية تماما ان احنا نقول تعظيم سلام واننا نقبل بحث